موسيقى أول شي أنا مبسوطة أني شاركت وكتير بحب الرأس وبعتقد أنه بعالمنا العربي اللي بنقدر نعمله مع المغنى من رأس كتير قليل وخاصة بمحلات نحنا ما بنقدر نرأس فيهم لكتير أسباب مبسوطة أنه نحنا بلبنان هالقد منفتحين هالقدة مرتحين هالقدة منقدم الفن للآخر والرأس هو أعلى أنواع الفن بعد الموسيقى ديراكت أنا بالنسبة لإلي ومبسوطة أنه هون بقدر كون أنا إذا عبالي غنية وإذا عبالي غنية تكون هالقدة عندها بيت أو نان بيت يعني أكتر كلاسيك لاتنين نقدر نكون عم نعمل عليهم رأس مثل الليلة وجود بنتي كان بيطلب من البروديوسر يعني ومبسطت أنه هي سألتها قالت لي أوكي مبسوطة لأن هي كمانا شي زدانسور ليه مرأس مايكا المطرق؟ لا مش لها الدرجة مبسوطة أنه هي قاعدة بين الجمهور وهيكي ترقو سعاتة رأيه ومبسوطة بهذه الإكسفريانسية أكيد مايا مين بتشجعي اليوم من بين المشتركين في دانسي جودا ستارس؟ في دانسورز كتير شاطرين من السيليبريتز يعني فاليري كتير شاطرة، بديعي كتير شاطر، مارك كتير شاطر بتعرفي شو بحب؟ بحب أنه كمانا هنه ناس يمكن ناطرين كانوا أنه يطلعوا يرقصوا أنه تجيبوا عشرة من أربع حكام هالقدة آسيين وسيريو يعني هنه عن جد يعني دي هاف دانس جويتهم فما رح قول اسم حدا ما بدي بس أنه بحبهم كلهم بحب أنه ما يخلص البروغرام لأنه منترو من سنة لسنة مايا من بين المشتركين أيضا الليدي مادونا اللي كلنا منحبها قدي هكي إلى حد ما بتشبهك بجرقتها بجنونة يمكن بلوكيتها اللي فيها هكي شوية سرعة يمكن لايكي الليدي ما جبت سيريتها لأنه أنا بفتخر بفنانة مثله بهيدا الوقت تشارك بـ Dancing with the Stars وتكون هالقدة على المستوى المطلوب من الرأس المطلوب منه أن يكون في هالقد أنيرجي وقوة بالجسد يعني شي هازت قدي أنا بشبهها بعتقد شي شغلي هلأ المرأة اللي عندها أنا وفيلة يعني طلبت أني فوت لعندها عالقودة بحبها كتير هي أصلا كإنسان وقلت لها أنه يمكن عندها شي هيدا ما عندها غيري عندها محبة لكل الناس بتمبع منها من عيونها من تصرفاتها من أيامها لليوم ما وقفت ولا دقيقة بعتقد هيدا أحلى شي أنا ممكن تعلمته منه ليدي مادونا قديت تعتبري النجمة مايا دياب هيك أخذها منك من جرأتك من جنونك باللوك أول شي مايا دياب فنانة مهضومة وعندها شخصية كتير حلوة وبعدين عندها كتير مني جريئة البطيئة كريمة وبتحب الدنيا وما بتغير من حدا هيدا يعني أنا عشرتها لمايا وصديقتي وبحبها كتير وبشكرها أنه أجت ضيفي لعننا اليوم لأنه زيني بالدانسيق والزستار وكبر قلبي وكمان بأجت لعندي على السويت ولا الكواليس وقعدنا دردشنا وحبانا بعضنا بسنا بعضنا إنه كتير هيك قريبة وأنا بقدرها وهي كتير كله عمرة أصلا مايا بتحبني كله عمرة مش بس هلأ يعني بيسام عم تقنعوا اللي يكونوا بيصفك الليلة كلهم بيصفي بيصفك بديع بيصفك بديع عشان حابب صاحباتي شو بعرف ما بعرف إذا بديو بس أنا بفتكر إنه أنا شخص كتير بأيمن بالطاقة وبالأنرجي بأيمن إنه نزلي على المسرح مش بس ستابس هي تعب المسرح فإن شاء الله قدر عب المسرح بجود الوالدي بدنا نقلك مبروك سكرت السكور يعني لأول مرة قدير مبسوط كتير مبسوط وقال لي باية إذا بتسكين السكور بيجي بحضرك فجمعت الجاية كمان باب رح يكون مام كانت معي كل الوقت بس باب ما كتير أقول جليد وهيك يقعد خمس ساعات ست ساعات بس هالمرة رح يجي فقدام قدير مبسطة في لامارك كتير كتير نقمرت بيشتغل على أحده بكي مام شو تدحاني شو بكي ربحنا هيدول الفرح يا داد هيدول الفرح يا حياته لامام مارك كتير بيشتغل على حاله وعنده ثقة بحاله وعنده إيمان قوي كتير كتير بس ليكي أربعين مع كتف مع كتف رايح حاطين له ربطات على كتفه لأنه فك كتفه وغبطوه ليه شكرا أقول لك قدير مقهور منك بديع بديع أكيد مش مقهور ولا أنا بنقهر إذا طلع الثالث بس بكون عم بيعارف أنه في سخن بحس بالسخن أكتر وجمعت الجاي بيشتغل أكتر أحاله أقول جمعت الجاي تجيب أهدا وأربعين إذا حطوا إذا أشع النوس مشوها بتثبط دايما أنا جاهزة لكل شي بكون مسؤولة عنه يعني هاي دي الرأسة من مسؤوليتي بس هلا التحدي هي متحة يعني نحنا عم نعمل انترتينمنت مش مثل نحنا عم نعمل انترتينمنت للعالم ليون بستو لهيكي وبعتوقع في كتير ناس نطرين هالرأسة وبتخير رح تكون كتير مهضومة مين ما رباح ومين مش مين ما خسر يعني وبعتقد ما في حدا رح يخسر عن جد يعني هي تسلية وفن لقلنا وللمشاهدين هدا وزاك لك ويسام هالجمعة؟ ويسام بيعمل علي حرب معنوية كل ما بدي اتمرن ع الرأسة تصيري يحطمني معنوياً لا شو عم بتتمرني وانت خسرين بيعرفتي فلا بس أكيد رح نتسلية إن شاء الله نيكولا مش ع عساس فلت شو متعمل هون؟ عم بتمرن هلا بس مش ع الرأس عشي تاني كتير تشبه ويسام طالع؟ عن جد ما جاي احتل محله معنو ما حدا فيه احتل محله لهو لكالله بس انو يلا مشينا بالنكتة معلي قدي هيك بس ظهرت لمست محبة الناس معنو كمان جوا كمان كنت عم بيجيك تصويت كتير كبير خبرها أكتر صراحة عن جد يعني كتير ممنون عم حبة الناس بس ما كنت مستنظر هالقدة هالتشجبة تعملي هالقدة الناس وهالقدة شعبية وهالقدة محبة يعني فيه ناس بكيت عن جد فيه ناس زالت ما بده حدا يزعله وحدا يبكي لانه عن جد مطرح ما وصلنا كان كتير منيه بس هالقدة عاشوا التحدي معي وزعلوا من قلبهم فابدي قلون يلا معلي اليوم رجعت والأيام جاين على الله راد وأكيد رح يكون فيه إطلابات أحلى وأحلى رأسي إلي جيد زدا فيه فرح ولا ماركي اللي سكر لسكور فيه تكنيك كتير حلو يلا قد لك يلا هولا دموع الفرح لأنه الحمد الله ما فيه أحلى من محبة الناس وخاصة المحبة هالصبه أكيد أكيد عن جد أنا كمان اتأثرت لأنه بحبهم كتير وعم يجو كل أسبوع تقريبا تيكونوا حدي ودعمهم هيدا ما فيه عندي وصف لهالشي الحلو إن شاء الله يكونوا هنا كمان عندهم حلم كبير ويسعوا له الحلم الحلو ويوصلوا للآخر لأنه ما لازم يكون فيه شي للإنسان تيوقفوا تيحق حلمه موسيقى 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 اشتركوا في القناة